وفي لقاء خاص بالإخبارية تحدث نائب المدير عامل صندوق التنمية الصناعية دكتور إبراهيم المعجل عن دور صندوق التنمية الصناعي في دعم المنشآت الصناعية ودعم الواردات غير النفطية حيث بيّن المعجل أن الصندوق يعمل على خطوتين لتطوير استراتيجية الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية وتقديم مزيد من الحوافز والمنتجات لتطوير القطاع الخاص نعمل على هذا الشيء خلال خطوتين الخطوة الأولى نعمل على تطوير استراتيجية الصندوق لتواكب معروعة عشرين ثلاثين ما معنى ذلك؟ نعني فيه أن يتحول الصندوق ليكون هو الممكن المالي الرئيس لبرنامج تطوير الصناع الوطنية والخدمات اللوجستية والخطوة الأخرى في نفس الوقت نعمل على تطوير إجراءات الصندوق وتوفير مزيد من الحوافز والمنتجات التناسب للقطاع الخاص